ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني الاعدادي هناخد النهاردة unit three lessons one and two هناخد كل ما يتعلق بكلمات ونحل عليها اسئلة وهنشرح الجرامر بالتفصيل ونحل عليها اسئلة وكمان هنتعرف على افضل واسهل طريقة لحل سؤال البراغراف وسؤال المحادسة اللي بسبب لنا مشكلة كل ده واكتر معنا النهاردة خليكم معنا بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس عالمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة بتنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله ولو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فات من شرح كتاب المعاصر او حتى كتاب جيم هسيب لك رابط قائمة التشغيل هيظهر فعلا الشاشة اللي بتكلم او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او هثبيت لك الرابط في الكومنس في تعليقات اسفل الفيديو نبدأ بقى مع اهم الكلمات في اللي سونز وان ان تو هقرأ كل كلمة مرتين زي ما احنا متعودين اول حاجة date of birth birth date date of birth birth date hero hero junior junior senior senior العمد العالمين competition competition handball handball final final نجي بقى للجوبز اللي هي الوظائف surgeon 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 patron patron sports coach sports coach new clear scientist new clear scientist اولا كمان مرة new clear scientist نجي بقى نحلل بايه البوب كويز بنا تلاتة ربعة اسئلة على الجزء اللي احنا خدناه حالا complete the following sentence using the words in the box اكمل الجمل التالي مسخدمة الكلمات اللي في السندوق ده senior اللي هي طبعا قلنا عليه ايه اللي هو الكبار يعني hero بطل junior شباب competition اللي هي مسابقات handball اللي هي كرة اليد اول حاجة بقول لي when he was ten he played football in the team لما كان عند عشر سنوات لعب كرة فريق ايه طبعا لعب كرة ففريق الناشئين زي بقولهم يبقى هتبقى number one ايه طبعا هتبقى junior number one number two young people like to join smarts الشباب يحبهم ينضموا يعني sports ايه طبعا المسابقات الرياضية يبقى competition بداية number two number three my grandfather is my he helps people people a lot يعني جده يعتور بالنسبة لي ايه هو بيساعد ناس فقراء كتيرة يبقى ده hero ده البطل بتاعه مسألة الاعلى يعني تمام number four you can use your hands to score goals in a game ممكن تستخدم ايدا عشان تحرز الاعذاف في لعبة ايه طبعا لعبة كرة اليد لعبة handboard تمام نكمل بقى كلمات اللي مهم عندنا ancient Egyptians ancient Egyptians c-i-e-e-bantasha ancient Egyptians branches hard problems hard problems experiments experiments نكمل بعد كده اهم كلمات kedev national university national university kairo university kairo university shark shark attack attack bilbase طبعا مدين bilbase ديه تقريبا في الشرعية ايوه في الشرعية bilbase نعمده العلمين primary primary preparatory preparatory nuclear nuclear treatments treatments land land هامي كلمات في listen to handball team handball team africa cup of nations africa cup of nations tunisia tunisia against against germany germany teamwork teamwork العمود العالمين prize pronounce 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 chess player chess player event event tunisian تنفع tunisian وتنفع tunisian تمام tunisian بعد كده صرفات العفعال الغير منتظمة اول حاجة beer bor born mean ment ment throw through thrown become became become نجي لكلمة عكسة اول حاجة brave شجاع عكسها cowardly جبان patient عكسها لصبور عكسها impatient غير صبور successful ناجح عكسها unsuccessful غير ناجح او فاشل similar متشابه عكسها different مختلف بعد كده التعريفات study these definitions ادرس تعريفات دي والناس سألتها قبل كده قلت يا مصر نحفظ التعريفات لا احفظ الكلمة وفهم التعريف تمام handball كرة اليد بيقول لك a sport with seven players in a team اللي الرياضة دي بيقى في سبعة في الفريق they score by throwing the ball into a goal طبعا بيفوزهم او يحزوا الهداف عن طرق القاء الكرة في المرمى زي بقول تمام كلمة competition اللي ايه اللي هي مسابقة وبطولة an event when people try to get a prize ده حدث الناس بتحول فيه تحصل على جائزة by being the best at something يعني طريق انهم يقول افضل في شيء معين بدي مسابقة وبطولة sports coach اللي هم مدرب رياضي ممكن اللي هي تعرفين اقول someone who teaches people شخص ما بيعلم الناس how to play or improve a sport ازاي يلعبوا او يحسنوا الرياضة a person who trains or helps people to do a sport طبعا شخص بيدرب وبيساعد الناس انهما يرجع لعبوا الرياضة طب كلمة twin يفوز the first person or team اول شخص او اول فريق in a game في رياضة او في لعبة او في مسابقة ممكن اقول برضو وين تعرفها the opposite of lose عكس كلمة lose يخسر طب junior لما الناشئين for younger people للشباب او connected with young people مرتبطة متعلقة بالشباب or involving young people او بتضمن او تشتمل على الشباب طب senior for older people للناس الاكبر في السن او more advanced or older متقدمين في السن اكبر او اكبر في السن surgeon طبيب جراح a special doctor دكتور خاص who knows how to look inside a person's body دكتور خاص طبعا نعارف ازاي طبعا يبحث داخل ايه a person's body اسم الايه الانسان to help people who are ill عشان يساعد الناس لما مرضى scientist عالم someone who does experiments شخص ما يقوم بتقارب to study undefined out about how things work عشان طبعا يدرس ويكتشف كيف تعمل الاشياء patron راعي او كفيل a person who gives money شخص بيعطي مال to help people or places عشان يساعد الناس او الاماكن hero اللي هو بطل a person that people admire ناس او شخص الناس من عجبة به because they have done something لانه عمل شي very brave شجاع جدا or good او طيب جدا او جاي جدا female انثى being a woman المرأة او البنت تعتبر ايه female تمام نجي بقى لكولوكيشنز متلازمات لفظي وانا متلازمات لفظية يعني فيه كلمة او فعل بيجي مع تعبير معين فبيدي معنى معين لو اتغير بيضغير المعنى اول حاجة get a job يحصل على وظيف get a prize يحصل على جائزة do experiments يكون بتجارب علمية start preparatory school يبدأ الدراسة بالمرحلة الاعدادية start a charity ينشأ او ينشئ مؤسسة خيرية العمودة اللي علمين when a competition يفوز بمسابقة lose a league يفقد ساقا lose a competition يخسر مسابقة make a hero يصنع بطلا نجي الملاحظات العامة بقى اول حاجة الفارئة بين كلمة win وكلمة beat كلمة win الماضي منها one one ما حتشو اللي one بقى لا دي نطق خطأ انصاح one طبعا معناها يفوز بميداليا كأس مسابقة فمثلا ممكن اقول who won ده جيم ياسر دي من الذي فاز باللعباء بالامس الاهلي النادي الاهلي often wins غالبا بيفوز in the african football competitions في المسابقات الاثرقية beat طبعا هنا اللي ماضي منها beat والتصريف التالت beaten يهزم شخص او فريق تمام سالم always beats me at chess سالم دايما بيفوز عليها في الشترنج يعني لما تقول beat يهزم بتجيب الشخص او الفريق اللي يتهزم بعدها ولو قلت win يبقى بتجيب الميداليا او الكاس او المسابقة او الحاجة اللي هو فاز بيها تمام بعد كده الفريق بين كلمة sport و sportis sport يعني رياضة handball is my favorite sport handball اللي عبت رياضة المفضلة طب a good sport تستخدم عند وصف شخص بانه زوروح رياضية باخلق طيبة محمد صلاح is a good sport محمد صلاح ده ايه ده عنده رياضية طب sports رياضي عمر عبد القادر worked as a sport او as a sports coach كايه كمدرب رياضي طب الفريق بين born in او born on او born into واحدة واحدة بقى born in يعني ولد في مكان او سنة i was born in كايرو مولد في كايرا in 1997 born on ولد في يوم او تاريخ my dad was born in friday second september بابا اتولد امتورات تاريخ الميلاد بتاعه اتنين تسعة يوم الجمعة born into ولد لي عائلة يقولك مثلا she was born into a rich family يا طبعا ان ولدت لعائلة غنية يبقى هنا born into ولد لعائلة مهنة تمام بعد كذا الفرق بين die in او die off او from die in بيجرها السنة يموت في سنة كذا she died in 1952 اتولد سنة 1952 طب die off او from يموت بسبب he died of cancer هو مات بسبب السرطان او he died from cancer والاتنين صح التعبارات اللغوية بقى important expressions and prepositions حرف الجارة الهمة التعبارات الهمة improve in a sport اتحسن في رياضة a long time ago منذ وقت طويل buy زائد الفعل زائد ING بمعنى بواسطة ويتبعها في الف ING help people with heart problems يساعد الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب look inside the body يفحص الجسم من الداخل العمود العالمين play four يلعب لصالح فريق throw into يلقي في become the number one chess player يصبح لعب شطرنج الاول the under 19 world cup final نهائي كأس العالم للشباب تحت 19 سنة be born into a rich family ولد لعائلة ثرية خلي بالكم بي هنا لما جبتها ما ينفعش طبعا نكتب بيه بنفسها كده لانا نكتب مكانها am or is aware was aware لان ذي تفيرب to be نيجي باع كده ناخد نص reading تمام هنا طبعا في نص reading بيكلمة على حاجة اسمها Egyptian heroes اللي هم الأبطال المصريون تمام هنا بقول إذا Egyptian handball team فريق القرط اليد المصري are heroes يعتروا أبطال they won the handball Africa cup of nations in Tunisia in 2020 فازهم بكأس الفريقية لإكاس المهم الفريقية لقرط اليد في تونس 2020 they won the final against Tunisia فازهم في النهائي على مين على تونس 27 to 23 يعني 27 ل23 that means معنى كده they are the best team من أفريكا معنى كده انهم أفضل في أفريكيا this is not the first time دي مش هول مرة Egypt's handball team played in a final دي مش هول مرة ان الفريق ده يلعب في النهائي in 2019 سنة 2019 the January team فريق الشباب won the under 19 world cup final طبعا فاز يقولوا في كأس اللي هو فريق الناشئين يعني أو كأس للعالم world cup كأس العالم تحت 19 سنة 32 to 28 again in Germany فازهم على ألمانيا 32 28 فريق الشباب they were the first team from Africa to win it كان أول فريق في أفريكا يفوز بالبطولة دي in 2018 سنة 2018 the senior team الفريق اللي هو إبقى فريق الكبار الفريق الأول يعني القومي were also in the final of the Africa cup of nations كانوا في النهائي برضو بتاع أفريكا but lost to the final لكن خسرهم against Tunisia خسرهم أصدت تونس يبقى هم من هذا ومن تونس 2018 وفاز على تونس سنة 2020 now lots of people in Egypt ناس كتيرا في مصر love the sport حبوا الرياضة ديت let's hope يلا نتمنى the Egyptian team إن الفريق المصري can win competitions again إنه ممكن يفوز بالبطولات تاني نحل بقى أسئلة على جزء خاص بكلمات هنحل حوالي 16 سؤال ويريد تكتبونا في التعليقات وتطمرينو على مستقاكم جبتوا كام من 16 في أسئلة كلمات الدرس الأول والتاني في الوحدة التالتة نبدأ معها نمبر ون أول حاجة هنا بقول لي the not Egyptian team للفريق القومي المصري للفريق هم بقى مش عارف فريق الشباب ولا القبار كامل كده the under 19 world cup final in 2019 يعني فاز بكاس العالم للشباب تحت 19 سنة إذن هنا بتكلم على مين أنا بتكلم على فريق الشباب the junior team تمام the junior Egyptian team الناشئين نمبر 2 Superman is my favorite he saves many people طبعا Superman يعتبر إيه بطل المفضل ليه ده بيأنقص حياة ناس كتيرة يبهينا hero نمبر 3 and what does experiments to study طب مين اللي بيعمل تجارب عشان يدرس and find out ويكتشف about how things work كيف تعمل أشياء طبعا ده مين scientist لو العالم تمام نمبر 4 Samira Moussa was Egypt's first nuclear scientist Samira Moussa كانت أول إنسانة مصرية تمام كده زي بقولوا nuclear scientist عالمة نووية طبعا أنا بيكلم على إيه على female أول واحدة من الإنس فكانت علمة نووية كانت من Samira Moussa يبقى female نمبر 5 our teachers are very مدرسين بتوعنا إيه they never get nervous easily ما بيتنرفزوش بسهولة إذن هم إيه هم صبرون جدا يبقى هنا هتبقى patient صبور طبعا patient ممكن تيجي بمعنى مريض بس هنا طبعا نعايز صفة نمبر 6 in 2006 2006 دكتور ماجدي عقوب started at charity بدأ نمعية خيرية to help children عشرين يساعد الأطفال with problems اللي عندهم مشاكل في إيه طبعا مشاكل في القلب يبقى هنا heart لتر سي نمبر 7 we all hope our national team will be in the next championship كلنا بنتمنى ان الفريقوم بتاعنا يكون في إيه طبعا بكلم على بطولة كأس العالم القادمة يبقى world cup championship لتر سي تمام نمبر 8 in the handball أو in a handball game في رياضة قرد اليد you score by throwing the ball into a بتحرز هدف يعني عن طريق القرى فين طبعا في المرمى يبقى goal تمام طبعا البسكت بالنسبة لبسكتبول نمبر 9 not is the ability to work well القدرة على العمل بتركها جيدة together in a group في فريق واحد يبقى اسمه ايه الروح الجماعية أو العمل الجماعي يبقى teamwork تمام نمبر 10 a not is someone who teaches people شخص بيعلم الناس how to play or improve in a sport ازاي طبعا يلعبهم أو يتحسنهم في رياضة معينة طبعا ده اسمه ايه sports coach مدرب رياضي نمبر 11 a not knows how to look inside the body طبعا بيعرف ازاي يبص داخل المريض يعني جسم المريض to help people و RL عشان يساعدنس لهم ايه لهم مرضى طبعا ده مين يبقى ده الجراح يبقى هنا surgeon letter A تمام نمبر 12 not is a sport with seven players in a team دي ات رياضة سبع لعيبة في الفري طبعا رياضة ايه دي ات طبعا handball تمام letter C نمبر 3 نمبر 13 our end not is a person who gives money شخص بيعطي مال to help people or bliss عشان يساعد الناس او الاماكن يبدأ مين احنا هنا عليها باترون الراعي او الكفيل نمبر 14 علي not the number one chess player in his family عايز يقولك ان علي اصبح لاعب الاول في اسرته في لاعبة الشترانج يبقى ايه طبعا هنا became اصبح نمبر 15 my brother the school competition for the best poem يقولك هنا ان اخويا فاز طبعا بمسابعة المدرسة لأفضل قصيدة يبقى هنا ايه one او عطول لي one زي ما قولنا لا و one زي رقم واحد في نطق كده فازة نمبر 16 they became heroes ثم اصبحهم ابطال buy great jobs لانهم ايه عملوا او قاموا بمهمة عظيمة يبقى buy doing لان كلمة job بتاخد ايه بتاخد do تمام ننجي بعد كده الجزء الخاص بgrammar هنا بيكلملي في grammar على the best simple tense زمن الماضي البسيط طبعا عشان اعرف اي زمن لازم اعرف تكوينه والجملة المثبتة والمنفية بتاعته وازي يجيب سؤال يبدأ بفعل مساعد وازي يجيب سؤال يبدأ بعد السفن تمام ناخد واحدة واحدة اول حاجة الماضي البسيط بيكوين من التصريف التاني للفعل يعني بقى جيب الفعل والتصريف التاني للفعل بس كل الافعال مش زي بعضها في افعال منتظمة بحط لها d او e d او i e d وفي افعال غير منتظمة تحفظ كما هي الافعال المنتظمة لو الفعل اخره اي بعض الافعال اخرها اي بحط دي بس زي كلمة invite طبعا invited طب لو فعل منتظمة بحرف ساكن وبعد y ال y بحولها ال i وبقى كده حط e d زي carry carried طب لو حرف متحرك قبل ال y قال لك بطبقة ال y كما هي وانضف e d يبقى stay stay play played طب لو حرف ساكن قبله حرف متحرك تمام كده قال لك بنضاعف الحرف الاخير قبل ما حط ال e d تمام كده زي stop stopped طيب بعض الافعال اللي يضاعف الحرف الاخير فيها زي كلمة visited تمام طيب الافعال غير منتظمة هل لها قاعدة سابت هل لها ملاش قاعدة سابت وما ليه الحل فيها احفظها زي ما هي يعني كلمة cut تبقى cut eat eat swim swim sleep slept put put drink rank go wind ride road تحسين كل فعل ليه حاجة خاصة بي فدي هات الحالة فيها انها تحفظ كما هي بس خلي بالك ممكن اجيب برضو في الماضي في ايه اللي هو كان اللي هو وضع وير يعني طبعا اي we the you او اي فعل جامع بحطه مع where او وير نشوف المثال كده دكتور ماجد يعكوب was born in 1935 دكتور ماجد يعكوب ان ولد سنة 1935 هنا وضع عشان في الماضي the Egyptian handball team فريق القومي لقرة اليد where the first team from Africa to win the World Cup كان اول فريق في فوز بكاس العالم بعض المراحزات لازم ان ناخد بالنا منها اول حاجة ممكن استخدم كود او كودنت زائد المصدر عشان اعبر عن القدرة او عدم القدرة في الماضي تمام زي ايه مثلا when i was young لما انا كنت صغير i could play football كنت استطيع لبقرة القدم but لكن i couldn't play chess لكن لم استطيع ان انا ايه العب شطران يبقى كود و كودنت برضو بعبرهم عن ايه القدرة في الماضي في حالة النفي بجيب بعد او زي ماقولك هنا اللي معوز انفي بجيب كلمة نط طب انا هنفي ازاي الماضي قاعدة سابت احفظها زي ما خدناها قبل كده فاعل didn't زائد المصدر اولها كمان مرة فاعل didn't زائد المصدر نشوف كده رانا didn't study بيسألك في study على فكرة كتير طبعا مورش studied ولا اقول study بس studies لا هي study عشان didn't يجورها مصدر يبقى رانا didn't study her lessons yesterday رانا طبعا لم تزاكر دروسها بالامس i didn't send an email to my friend last week انا لم ارسل email لصديقي الاسبوع الماضي يبقى هنا didn't مصدر برضو send مصدر she didn't go to the beach three months ago هي لم تذهب الى الشاطر منذ ثلاث شهور تمام طبعا ازاي اسأل بقى في الماضي البسيط هجيب did يبقى بنف didn't واسأل في الاول تمام هتبقى ايه did فاعل مصدر انا قلت في النفي لو انت فاكرين فاعل didn't زاد المصدر تلاحظ كل ما تجيب did تجيب مصدر على طول يبقى هنا did you clean شايفين مصدر هاي زكاريا سردي هل كنت بتنظيف السيارة بالعمس لو نظفها هيقول لك yes I did بعمل مصدر على طول لو من نظفهاش هيقول لك no I didn't طبعا ازاي اسأل بقى دات استفهام نفس السؤال ده بتاعداد فاعل مصدر هحط قبله قدد استفهام يبقى دات استفهام did فاعل مصدر فلما اقول what did you study ايه اللي انت هدرسته where did you where did she go اين زهبت يبقى انا كده بجيب سؤال في الماضي البسيط طبعا في كلمات بقى ده اللي على الماضي البسيط لما تشوفها وتعبير الزمنية تعرف ان الجملة دي ماضي زي كلمة in the past في الماضي مدة محددة زي ago منذ yesterday day am in وسنة في الماضي from وسنة ماضية الى سنة ماضية when I was young or little ده ما كنت صغيرا في السن for زي دون ده زمنية محددة وبرضو كلمة last year last month last week last year زي اللي هي كلمة الماضي معاي السنة او الشهرة او الأسبوع او السلسة مثلا فما على سبيل المسال مثلا اقول لك ايه دكتور ماجدي عقوب helped people with heart problems for many years دكتور ماجدي عقوب ساعد ناس كتير عندهم مشاكل في القلب لعدة السنوات دكتور ماجدي stop the most of his work as a surgeon a long time ago دكتور ماجدي وقف عن العمله كجراح يعني طبعا من فترة طويلة from nineteen eight من سنة الف تسعمائة وتمانية to nineteen forty الهف تسعمائة واربعين people called it the Egyptian University سموها طبعا الجامعة المصرية but it's now called the Kyrie University لكن دلوقتي بيسموها جامعة الكهرة وطبع عندها كان بيطلق على اسم جامعة الكهرة زمان كان بيسموها الجامعة المصرية احنا دلوقتي عرفنا تكوين الزمن والنفي بتاعه السؤال طب وجبنا كلمات دا اللي عليه كمان طب استخدمه انت وانتهت في الماضي فمسلا لما اقول مها مها طبعا رتبت سريرها بالامس او الليلة الماضية زهبت الى مدرسة منذ ساعتين ممكن برضو استخدم الماضي عشان اتكلم على عادات كانت تحدث في الماضي يقولك لما كنت صغير كنت بلعب كرة قدم كل يوم تمام طب ازاي بقى بانت حرف ال-E-D في نهاية الافعال خلي بالك ال-E-D لها تلات طرق للنطر ممكن انطقها زي-T ممكن انطقها-D ممكن انطقها-I-D شوف كده طبعا منطقة-T امتى طبعا لو جيها قبلها الاصوات التالية اللي هو ال-P وال-K انا بقول به ليه عشان جاي بشرطة المالين دي حاجة في علم الاصوات او علم ايه بسمول الفناتكس اه لو ف او س او ش او تش دي رموز يا جماعة في الصوتيات هلطبقها لك على امثل العاملية دلوقتي لما قولك مسلا هنا كلمة helped شوف نطقة زي helped هنا liked شوف لما ال-E-D يجي قبلها ب- يبقى helped لو جي قبلها ك- زي كلمة liked walked talked طب لو جي قبلها نطق بتاع حرف الف يبقى loved طب لو قبلها حرف الس يبقى كست طب لو ش يبقى واشت برشت طيب ش يبقى watch it شوفت بقى النطق زي يا جماعة طيب لو جي قبلها صوت بقى زي الب او الج ذ او ذ او ش او ج شوف انا ملطقة زي او هنا طبعا ل او ما او يبقى هنا او او الصوت بتاعهم يعني تمام كده لو جي بقى الصوت بتاعهم ده هاولي بقى شوف النطق بقى طب لو في بقى حرف متحرك او صوت متحرك قبلها طب لو طيب ممكن انطقها زي كده فتحسينها مفصولة شوية بس طبعا بعد حرف تي وبعد حرف دي زي ايه شوف تي شوفت شوفت بقى هنا ده نطق حرف حرفين بتاع فاخر الافعال في المواضي البسيط نجي نحل بقى اسئلة عليها على الجزء الخاص بجرامر هنحل حوالي دلوقتي تقريبا اتنين وعشرين سؤال ياريت اكتب لي في التعليقات الناس طبعا اللي بتهتم وطبعا بتاتفعل معنا ياريت اكتبونا في التعليقات حبيبنا كلهم جبت كامل اتنين وعشرين في الجرامر بتاع ليس سنوان وطو في الواحدة التالتة ندعي مع اول حاجة هنا بيقوله طبعا نومبر وان فريق كورتلادي المصري هنزولك ان هو طبعا لعب في النهاية قبل كده ودي مش اول مرة اذا اللعبه يبقى بلايد تمام نومبر تو طبعا هنا ولده يبقى وووز اتولد سنت كام واحد وستين في الماضي نومبر ثري كنت بروح مدرسة ابتدائي يبقى وينت ذهبا نومبر فور أنا عايز هنا اجيب سؤال فهي عندي عدد استفهام وسؤال في الماضي عشان بقولك العام الماضي يبقى عدد استفهام دي تفاعل مصدر يبقى هنا تبقى لتر سي د نومبر فايف طبعا هو هنا يجب لك النوافاز بمسابقة الشطرنجلي ليه للشباب او الناشئين هو انه ووز اللي ما كان عنده 12 سنة بس أنا عايزه الفائزة في الماضي يبقى number six where did your parents when they were younger عايزه لك اين كان يعيش الولدين بتوعك لما كانهم اصغر او كانوا شباب صغيرين خبا يقول لك where did فاعل مصدر طبعا هنا المصدر ايه كلمة live تمام number seven she not the match يصر داي نزل لك يا شفت المتش بالامس she enjoyed it very much وستمتعت به جدا اذا انشاهدت في الماضي يبقى هنا ايه watched طبعا مش هينفعول هي لم تشاهد طبع ازاي يقول لك she enjoyed number eight no as the children win the football match last week هل اطفال فازوا بالمتش بتاع كرت القدم الاسبوع الماضي هل في الماضي يا ووز يا did طب امتا جيب ووز وامتا جيب did احنا هنا القاعدة بتاع did ايه did فاعل مصدر طب امتا جيب ووز او وير قال لو ما كانش فيه مصدر يبقى هنا تبقى letter c did تمام number nine they 10 minutes ago هم غادروا المكتبة منذ 10 دقائق غادروا في الماضي يبقى left تمام ده الماضي من كلمة leave number 10 هودا at home yesterday هودا كانت في المنزل بالامس شو بقى كانت ما فيش هنا فعل مصدر يبقى was aware طب هودا مفرد يبقى was تمام number 11 they didn't to the stadium last match هم عايزوا لك هم لم يذهبوا الى الاستاذ المطشي الاخير اخر مطشي يعني نحن هنا فاعل didn't زائد المصدر يبقى تبقى letter a better c didn't go number 12 where you worried about your brother هل انتقال الان على your brother اخوك قال له yes yes where you بنعكسة you هتبقى was يبقى yes i was وده خطأ شاعة لما تجد يجابوا السؤال ده في المحادثات where you تحاول الى i was تمام نيجي بعكس سؤال complete طبعا هنا جاب كلمة منقصين فعلي يعني خطأ وعايزنا اوظفه حسب الزمن اللي موجود نشوف كده نقضي عقوب نقط are born 1934 هو عايزه لك انه ولد سنة 35 1935 طب عاره هنا غلط مفرد تبقى ايه بعده الماضي بنقاره تبقى where طب مقضي عقوب مفرد ركز يبقى ايه يبقى ووز تمام نمبر 2 they live in a small flat from 2005 to 2006 هم عايشين في كان ومعايشين في شقة صغيرة من 2005 إلى 2006 للفترة دي في الماضي يبقى الماضي من live هتبقى ايه lived l-i-v-e-d تمام نمبر 3 where not do your parents live when they were young لما كانوا صغيرين كانوا عايشين فين حنا لدينا سؤال في الماضي where هتتفهم بعدها ايه بعدها did تمام يبقى d-i-d نمبر 4 they not get married in 1983 هم تزوجهم سنة 1983 طب تزوجها في الماضي في الماضي من جتها يبقى ايه طب هتبقى جت خلي بالكوا حفظ الافعال والماضي بتاعها في القاعدة ديت مهم جدا جدا نمبر 5 the senior team اللي هو الفريق ليه الكبار not win the final in 2018 فريق الكبار بتاعنا اللي هو الفريق القومي كده عايزو لك انه هو فاز بالنهائي ولا ما فازش بالنهائي سات كام 2018 طب انت هنا بتكلم في ايه عايز تجيب كلمة win بس ماضي وهنا يبقى ايه يبقى ماضي من فيه طيب انا هتكلم في الماضي فهقول مثلا one طب لو هنفيها هقول didn't win اراكا دي بنواد did not win تمام بفريقنا هنا لم يفوز فين في النهائي 2018 لما كان بيلاعي بتونس وقصدوا على فريق القرط اليد يعني نمبر 6 they not are at the club يصر داي عايزو لكم مكانوا الماضي من قرها يبقى ايه where لاني بقول لي بالامس يبقى هنا where وطلعك امت بتجيب where فاكرين بيسألكم شو لو ما فيش فعل مصدر وين فعلا ما فيش فعل مصدر بل لكن الفعل هنا where كانوا نمبر 7 when she was for لما كانت عندها ربع سنين she not can't speak English لم تكن تستطع التحدث بلغة الإنجليزية انا عايز الماضي من can't هيبقى ايه هتبقى طبعا couldn't وقالنا كلمة could طبعا بيتعبر على عدم القدرة فين في الماضي تمام نمبر 8 do you visit the country before هل انت زورت ريفي قبل كده طبعا انا بتكلم before يعني من قبل يبقى ماضي ما فروض تبقى ايه طبعا هعمل حرف D هنا كابتل لان فاول فاول السؤال تمام نمبر 9 did know how went يا مصر ازاي ما احنا حفظناها بقى did فاعل مصدر يبقى ايه يبقى go وعايز اعرف المصدر من went هو ايه go نمبر 10 he not spend a week in Alexandria last summer هو قضى اسبوع في اسكندرية الصيف الماضي الماضي من spend هايبقى ايه سهلة جدا هتبقى ايه spent تمام نيجي بعد كده general exercises تمرينة عامة على كلمات grammar بتاع lessons one and two اول سؤال عندي طبعا listening الاستماع واتفقنا لما تجي تحل سؤال الاستماع بتعمل ايه اقرأ الاسيلة قبل ما المس او مستر ييجي معه وراء يرى لك منها شان هو بيقرأ 3-4 سطور وانت بتسمع وتحل لما اقرأ الاسيلة واختياراتها بكون فكرة عن الموضوع اللي هيكلمني عنه فلما اسمع الموضوع يرى له مرة او اتنين بقدر انا احل بسهولة واجب درجة نهائية في السؤال ده تمام ونص الاستماع موجود في الاخر منكم تتضرب عليه تمام نيجي نحل بقى سؤال المحادس سؤال المحادس عشان نحل الصحة فاكرين كنا بنعمل ايه اول حاجة بقرأ العنوان اللي عندي وطبعا لازم ان اكون عارف خطوات تكون السؤال فاكرينه بخمس خطوات كل مرة بقوله لكم من عشمال كده عدد تستفهم فاعل مساعد فاعل فاعل اساسي تكمل تمام طب هنا فاطمة بقرأ اللي عندي بعد ما اكتبه خطوات تكون السؤال فاطمة سأل زملتها سارة عن ريادتها المفضلة فبتقول لها ايه فاطمة بتقول لها هلو سارة يا ترى ايه ريادتك المفضلة طبعا رد عليها برد معين انا مش عارف اكتب ايه فاطمة هنتلاها من لعب كرة القدم المفضلة عندك يبقى ازان هي بتكلم على لعبة ايه اكيد كرة القدم فممكن تقول لها في النقطة الاولين هي ايه ريادت المفضلة لعبة كرة القدم فلما تلاها أنا مش عارف هي اتلها مين طبعا بعد كده سألتها سؤال اتلها مو صلاح بلايس فور ليفربول يبقى اكيد هتلها ايه نلعب لقرة عندها محمد صلاح فممكن تقول لها ايه هنا محمد صلاح سألتها سؤال قلت لها ده بيلعب لصالح فريق فلاكيد طبعا هتسألها هو أي فريق بيلعب له فممكن تقول له هنا أي الفرق هو بيلعب له طبعا قالت له محمد صلاح قلت لها محمد صلاح قلت لها فاطمة تاني طب ايه الفريق المفضل عندك طبعا لو هي بتحديد محمد صلاح ممكن تقول لها فريق برضو حتى مكتوبة هنا قدامك فممكن نقول ايه طبعا فريق ليفربول فاطمة لتلاسه هل أتلها أيوة هم أحرازهم أهداف كتيرة فطبعا هسأل هنا بفعال مساعد طبعا هسأل بضو طبعا هشو بيس وطبعا دي هتاخد دو فأقول ايه هل هم أحرازهم أهداف كتيرة هتلها أيوة نجي باعك أن نحل أخوي عنده 12 سنة يبقى واحدة لتحق بفريق ايه طبعا اتناشر سنة يبقى فريق الجينيور لهم الناشئين أو الشباب تمام نمبر 2 أنا شفت إن المهم عمل المشروع يبقى طبعا سي مش معنى أرى لم أقولك أنا أرى ماذا تعني يعني أنا فهمت أنت تقصد إيه يبقى هنا تبقى لتوار بمين نمبر 3 A or N is an event ده حدث when people try to get a prize الناس بتحاول فيه تحصل على جائزة by being the best at something لما يكونوا الأفضل في شيء معين طبعا ديها تبقى ايه تبقى مسابقة أو بطولة يبقى لتوار سي تمام نمبر 4 A sports coach اللواء المدرب الرياضي teaches players بيعلم لعبة how to play in a game إزاي لعبوا في لعبة or in a sport أو طبعا يحسنوا نفسهم في رياضة معينة يبقى تبقى لتوار A improve نمبر 5 That man had an accident رجل ده حصل له حدثة يصر دي بالامس and he his hand وفقد إيده طبعا يبقى ايه يبقى lost his hand بقى لتوار تمام نمبر 6 Samira Musa wanted to use nuclear in medicine Samira Musa كنت عايز استخدم ايه النووي طبعا عايز استخدم هلأقول competition treatments nations problems هلأستخدم طبعا لإيه العلاجات أو الأدوية النووية أو العقاقير النووية فين في الطب in medicine تمام نمبر 7 وين عمر was 20 لما عمر كان عنده 20 سنة أشاركهم اللي طبعا فيه ايه كرش في البحر ايه هاجمه يبقى attacked him نمبر 8 he not on dream when he was 20 هو قابل on dream عمد ريم أو خالد ريم لما كان عنده 20 سنة يبقى هنا بيكلم في الماضي أيوة يعني عشان بقولك when he was لما كان يبقى هنا met لتر ايه نمبر 9 my father a job in Cairo 5 years ago بابا حصل على وظيفة في الكهرة من 50 حصل في الماضي يبقى good a job لتر سي نمبر 10 they moved to a new flat a year زلكم انتقلهم إلى شقة جديدة طبعا يعني منذ عام تمام نيجي بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in brackets صحي الكلمة اللي بين قسين من ساعة 8 إلى 2 أنا في المدرسة طب كلمة الماضي طبعا طب هنا هتاخد طبعا هتاخد تمام يبقى I studied نمبر 3 نحن لم نذهب إلى المدرسة بالامس يبقى عايز فيها في الماضي هقول طبعا ايه تمام وبرضو جو زي ما هي مصدر لاني فاعل زي دينت زي د المصدر نمبر 4 بي زي هابي اتيصر دايز بارتي بتقول لها هل هم كانوا سعداء في حفلة الامس طبعا بي هنا اللي هافر بتوبيه في الماضي يبقى حاجة من الاتنين بس عندي طبعا اسم الضمير جامع اللي هو ايه يبقى بعد كده السؤال الخاص بالإيميل اكتب إيميل من كم كلمة تسعين كلمة يعني ايه يقول لك اكتب إيميل لزميرتك مها تكلمها عن بطلك المفضل إن شاء الله أنا أخصلكم فيديو بإذن الله بس نمشي شوية في المنهة كده لزي تكتب المقال اللي هو البراغراف يعني وزي تكتب الإيميل بالتفصيل طبعا الموضوع موجود في آخر الكتاب ممكن تشوف مكتوب إزاي تمام وتشوف العناصر بتاعته وتحاول تكتب واحد لوحدك بس عندك عناصر السا في الأول عندك في الأول وعندك يعني المرسل إليه ومن اللي هو الرسل وصبجكت الموضوع وكتبها كده دير عزيزي فلان وابدأ موضوع زي البراغراف بالزبط وفي الآخر اكتب يورز احنا كده وصلنا لآخر حاليتنا النهاردة لو عجبك الفيديو تنسى تشترك في القناة تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوات القادمة إن شاء الله كان معكم مسترحمة العبد من قناة دروس عالمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته